السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعيدون برقائكم جميعاً أينما كنتم في الحلقة الجديدة من سيسيل الدروس إيتسي طبعاً ما زلنا مستمرين في الديجتال برودكت لأنه صراحة الديجتال برودكت بالنسبة لكانز حقيقي يمكن لأي شخص أن يقوم بصناعة برودكت هو ديجتال وأن يقوم ببيعه بدون المعاناة مع شركة التوصيل مع هل وصل الديجتال برودكت بشكل جيد أم لا أم تعرض للكسر مثلاً كم المدلة سوف يستغرقها حتى يصل يعني هذه كلها لتجاهلها أو لا نقع فيها في الديجتال برودكت فبالتالي أنا أفضل ديجتال برودكت كذا بطبعي طبعاً هناك فرق على مستوى الأثمنة أو ما يسمى بالروي يعني الهامشة الربح الصافي طبعاً أمر عادي وطبيعي أن يكون الفيزيك الأغلى بكثير فبالتالي سوف يكون مرتفع هذا أمر أكيد لن نتكلم فيه ولكن بالمقابل عندنا في الديجتال برودكت يعني إذا قمنا بضرب يعني المبلغ أو الربح الصافي في العدد فهنا ربما قد نتفوق على الفيزيك الأغلى وهذا موضوع آخر في جميع الأحوال هذا ليس موضوع فقط جانباً إذا دعونا ندخل مباشرة في صلب الموضوع سوف أشارك معكم إذا ديجتال آخر أو منتج آخر منتج رقم آخر يحقق مبيعات خيالية وعليه نسبة بحث 17 مليون يعني تخيل معي يعني كم عدد أشخاص يبحثون عنه ولكن قبل ذلك لابد من التفرقة كالعادة ما بين الفيزيك والديجتال لأن هذا البروداكت مثله مثل البروداكت السابق يعني فيه نوعان فهنا في إتسي خاصة في هذا البروداكت البروداكت الأول ربما كان الأمر نوعاً ما قليل يعني الفيزيك فيه كان قليل لأن إتسي لا تنسوا نقطة مهمة جداً لأن إتسي ليست منصة لبيع الفيزيك إتسي منصة لبيع ما يسمى بالريترو يعني المنتجات التي تكون إما هاند ميد يعني تكون مصنوعة يدوياً وأيضاً الأشياء التي تكون فينتيج يعني قديمة أو ريترو فينتيج هنا أتكلم في الفيزيك وأيضاً عندنا في القسم الثاني الديجتال بمختلف أنواعه لا يوجد فيه أي إشكال إذن هنا فقط لكي أشرح لكم لماذا هنا في هذا النوع من البروداكت الذي سوف أشارك معكم سوف ينقسمه وسوف يتفرع إلى الفيزيك والديجتال ونحن يجب علينا حصلاً أن نركز على الديجتال إذن على بركة الله طبعاً اسم البروداكت والأرت طبعاً ربما أول مرة من سوف يسمع هذا الاسم سوف يتساءل ما طبيعته طبعاً إذا قمنا بالبحث في جوجل سوف نجد أن هذا الاسم والأرت يعني الفن أو يعني اللواحات التشكيلية أو الفنية التي تعلق على الجدار هذا هو المعنى بكل بساطة إذن الأمر أعتقد أنكم قد فهمتم إذن نقوم إذن بصناعة صور عن طريق الذكاء الصناعي طبعاً سوف نرى بعد قليل استراتيجية للبحث ثم نقوم ببيعها كـ Digital Product وطبعاً العميل ماذا يقوم؟ طبعاً يقوم بـ يعني يقوم بتباعتها إذن يقوم بالشراء يقوم بالتحميل يقوم بالتباعة يقوم بوضع لها يعني كادر إطار ثم يقوم بتعليقها في أو على الجدار إذن الآن أخسركم كل شيء طبعاً أول شيء سوف تقوم به ركز معي جيداً قوم بفتح Notepart لأننا سوف نسجل معلومات مهمة جداً قوم بفتح Notepart ثم اتجي مباشرة إلى Etsy.com وقوم بالبحث على العبارة التالية Wall Earth Prince قوم بالبحث عنها كمية النتائج التي سوف تظهر لك هنا طبعاً كما قلت لكم سوف نجد نتشات فرعية كثيرة جداً لابد من تسجيلها لكي نعرف بالضبط عن ماذا سوف نشتغل لأنه غير محدود حاصلياً غير محدود إذن دعونا مثلاً نرى دائماً نركز على أنه موجود Digital Product أو Digital عفوان Digital Download لأن عندما نجد Digital Download فهذا معناه أن الـ Product هو Digital وليس Physical إذن هنا مثلاً انظر معي Art Vintage مثلاً يمكنني أخذ هذه العبارة هكذا ثم أضعها في الـ Notepad التي قلت لكم بهذا الشكل ثم ننتقل ونبحث عن أشياء أخرى مثلاً عفواً هنا هذه الـ Electric Wall Art هذه أنا اشتغلت عليها شخصياً تعتبر جيد جداً نقوم بأخذها طبعاً هذه نتشات فرعية ربما ليست نتشات بهذا المعنى ولكن هذه أفكار إن صح التعبير أو أشياء أو مجالات صراحةً يمكننا الاشتغال عليه لأنه كما قلت لكم المجال كبير جداً إذا دعونا نرى من الموجود City Map كذلك إذن يوجد حتى انظر يوجد حتى يعني خرائط المدن موجودة كـ Product تتحقق ببيئات بالفعل ببيئات كبيرة جداً على قدر ما نستطيع أن أريكم الطريقة الصحيحة التي لن تجدها في أي مكان لأنني أعرف أنه يوجد شروحة لليوتيوب ولكن حسب إطراعي الذي لاحظته أنه صراحة كارثية Good thing is true World Art هذه أيضاً مهمة جداً لأننا في النهاية سوف نجد أنه لا بد من عمل هذه الخطوة يعني لا بد من التفرع أمر عادي وضروري لأنه لو أعطيتكم مثال بصير جداً انظر معي Itsy Competition كان في نظريكم 17 مليون في أي كلمة في World Art تخيل يعني في World Art لديه 17 مليون شخص أو أزيد تقريباً 18 مليون شخص سوف ينافسوني يعني لا بد من القيام بهذه الخطوة يعني أمر ضروري أمر عادي وضروري إذن Modern Electricity أيضاً اشتغلت عليها في أحد حساباتي نقوم بأخذها كذلك بهذا الشكل Control-C ثم نضعها هنا Control-V حسناً سوف أكتفي إذن بهذه الألواع الآن الخطوة التي بعدها سوف نقوم بالبحث عن كل نوع من الأنواع وسوف نجد أو عفواً سوف نلاحظ أنه يمكننا استخراج كذلك نيتشات فرعية أخرى يعني نتفرع إلى أن نجد Low Competition وآن ذاك يمكننا الإشتغال بدون أي إشكال ومن ناحية يعني يعني فليس عندنا أي إشكال لأن عندنا ذاك الصناعي قوي هو الذي سوف يعطينا أو يولد لنا يعني يعني الصور نحن يبقى علينا فقط يعني توظيبها وترتيبها وطبعاً استعمالها إذن دعونا نبحث مثلاً إذن دعونا على الآن حسناً إذن هذه البجعة أعتقد البجعة أو حيوانات أو كذا طبعاً في إيتسي غالباً لا تجدوا يعني تفاصيل كثيرة جداً مع كم الأسف فبالتالي لا بد من أدوات مدفوعة وسوف أترك لكم في صندوق الوصف رابط الأداة التي أستعملها شخصياً ومن أردها يتوصل معي فقدر الخاص ووفرها بثمانين أقل من كثير من ثمانين الأصلي إذن سوف أبحث عنها الآن هنا أضع الكلمة كمية ثم سيرش لنرى تأكد فقط أن في البداية كان عندنا تقريباً 18 مليون الآن أصبح عندي فقط 11 ألف يعني مع علاقة أو كيف يعني يمكن مقارنة طبعاً العشرة ألاف مع يعني أو عفونا مع 18 مليون مقارنة مع يعني 11 ألف لا شيء تمام الآن ربما أيضاً هنا الإشكالية في إيتسي سيرش فوليوم فقط 27 ولكن الأمر طبيعي وعادي لا تقلقون نهائياً يعني أنه في بعض الأحيان هذا الذي يحدث يعني تكون في إيتسي يعني قد يأتي من هؤلاء السبع وعشرون ويشتري أمر عادي يعني وارد يعني لا تقلقون نهائياً ومطلقاً خاصة عندما نجد يعني الكمبيتيشن والخفضة أو سوف نرى أنه بالفعل توجد هنا كلمات مفتاحية يعني لديها نسبة بحث عالية مقارنة مثلاً أنظر معي مثلاً سواء يعني لأنه لا تنسوا سوف أعطيكم الآن الفكرة باختصار وركزوا معي جيداً في البرودكت الواحد يمكن استعمال عدة كلمات مفتاحية فإن استعملت مثلاً هذه الكلمة الأولى فيها فقط في السيرش سبع وعشرون التي نحن نشتغل عليها فيها سبع وعشرون ولكن هل انتهى الأمر؟ طبعاً الأمر لم ينتهي فما يزال عندي إمكانية إضافة كلمات مفتاحية أخرى سوف أضيف الكلمة المفتاحية الثانية مثلاً سوان وولد بلانت بدون أرت هكذا سوان وولد بلانت طبعاً في السيرش فولوم عندي 12 فقط ولكن هل انتهى الأمر؟ طبعاً لم ينتهي ما يزال عندي إمكانية استعمال كلمة مفتاحية أخرى إذن إذا استعملت مثلاً كلمة سوان أرت بلانت فهنا كم أصبع عندي في السيرش فوليوم 29 ألف وفي الكمبيتشن عندي فقط 12 ألف إذن هنا في هذه الحالة أكون قد ضمنت أن البرودكت الخاص بي سوف يظهر في أكثر من كلمة مفتاحية بغض النظر عن يعني في كل واحدة كم سوف يبحث الناس إذن لأننا لن نشتغل على كلمة مفتاحية واحدة فقط حسراً لا لدينا الحق في إضافة عدة كلمات مفتاحية طبعاً هذا موجود في موجود في موجود في أيضاً في عدنا سبع خنات لإدخال يعني سبع كلمات مفتاحية إضافية هذا هو دورها هذا هو دور الميتا تاكز يعني تتفرع و يعني تسمى الشمولية يعني نقوم أو البرودكت يشمل عدة مجالات أو عدة أقسام أو نطاقات بحث فبالتالي نضمن ظهورنا بأكبر نسبة أو بأعلى نسبة إذن هنا مثلاً كلمة التي سوف أركز عليها أنا مثلاً وهي سوان أرت بلانت إذن لو أريد فقط التأكد سوف أبحث عنها إذن هنا فقط لكي أتأكد من أنها بالفعل الحقيقية وليست فقط باكز لأنه يحدث في بعض الأحيان أنه تعطيني أو ناجد كلمات مفتاحية تكون فقط باكز يعني تكون فقط هناك خلال ما في الأرقوريتم فيعطيني أرقام خيالية إذن فقط أريد التأكد إذن فعلاً إذن فعلاً عندي هنا باللون الأخضر إذن عندي 29 ألف في وعندي في الكمبيتشن فقط 12 طبعاً نجد هنا باللون يعني ما يسمى البرتقالي فبالتالي متوسط وطبعاً تعتبر جيدة بالنسبة لي أصلاً أنا كشخصي اشتغل على هذه النوعية أعرف أنها تعتبر جيدة جداً تمام الآن عندي طبعاً وجدت النتش وجدت كل شيء الآن يجب علي أن أشتغل إذن كيف سوف أشتغل تذهب إلى إتسي وتقوم بالبحث يعني قوم بمشاهدة المنافسين ما الذي عندهم ماذا يوجد عند المنافسين انظر هذا طبعاً لاش هذا فقط أعتقد أنه نعم هذا فقط إعلان ليس له علاقة مثلاً هذا النوع انظر يعني طابلو أو لوحة سوداء فيها بجعة هذا الشخص طبعاً هذا ربما لديه أكثر من 3000 نوع هذا شامل هذا ليس خاص لأنني أريد التخصص هنا عندي مثلاً هذه البجعة طبعاً هذا النوع من الرسومات التقليدي إن صح التعبير معروف سابقاً يسمى ريترو إذن دعونا نرى ما الموجود يلو أو طبعاً هنا بعض الكلمات التي يمكنها الاعتماد عليها كذلك إذن هذا الشخص طبعاً أنا هنا سوف أفكر هل أضع بروداكت واحد أم أضع عدة منتجات يعني باندر إذن سوف أرى سوف أعتمد على البروداكت واحد وفيما بعد سوف أضع يعني باندر الآن عندي البروداكت إذن وجدت البروداكت الذي سوف أشتغل عليه وجدت النيتش تبقى لي فقط مسألة الديزاين وهي مسألة مهمة جداً لا يمكن إغفالها نهائياً ومطلقاً إذن أول شيء أحتاجه أحتاجه صراحةً هو جمع الكلمات المفتاحية الدالة والواصفة لكي أحصل على النتيجة التي أريد عن طريق الذكاء الصناعي لأن الذكاء الصناعي إن لم أعطيه الفكرة بشكل جيد فلا يمكنه إنتاج لصورة جيدة أو الذي أريده أنا على الأقل إذن هنا سوف نقوم بالدخول إلى صورة تكون جيدة تحقق مبيعات مثلاً هذه الصورة طبعاً هناك أكثر من طريقة أنا سوف أعطيكم الطريقة الأبسط الطريقة الأصعب ليست أصعب بين قوسين ولكن الأكثر تعقيداً هي أن نقوم بأخذ الصورة download ثم نعطيها لكوبيلوت مثلاً كوبيلوت هو هذا لمن لا يعرفه هذا هو كوبيلوت بكل بساطة إذن نعطيها لكوبيلوت وكوبيلوت يقوم بإعطاني يعني ما يسمى بالبرومت ثم أستعملها طبعاً أطلب منها أن أعطني برومت مخصصة على حسب يعني البروداكت عفواً على حسب نوع الذكاء الصناعي الذي سوف أستعملها هو الدار إي أم هو مثلاً فوكس إلى آخر إذن أنا الآن سوف أعود إلى إتسي إلى هذه الصفحة ثم من خلال الديسكريبشن من المفترض أن أجد ما يكفي من المعلومات لنرى أين هي الديسكريبشن حسناً فقط كلمات إذن فقط كلمات مفتاحية محشوة هنا في الدسكريبشن إذن نرى آآ نعم إذن أني هنا أعتقد إذن دعونا نرى ماذا يمكننا أخذ مثلاً U-Tailor The Size Frame and Material To Sweat your individual style space إذن سوف نقوم بأخذ هكذا العنوان أو يعني نقوم بالتجربة لنرى ما الذي سوف نحصل عليه إذن أين هي طبعاً موجودة هنا عندي في النوت إذن دعونا نأخذها كاملة هكذا ثم نذهب إلى طبعاً دائماً أستعمل فوكس لمن يسأل عن ماذا أستعمل في الذكاء الصناعي أنا أستعمل فوكس لأنه مفتوح المصدر لدي كامل الثقة فيه لا يوجد طرف ثالث لا يوجد أي إشكال إذن نقوم طبعاً هنا في style تأكد من أنك قد قمت بإلغاء التعليم على الأشياء الموجودة تأكد من هذه النقطة طبعاً الإعدادات دائماً أنا أستعمل لأنني أريد طولة عفواً أريد صورة طولية ليس عرض لكن أريد طولة إذن سوف أستعمل هذا المقاس ثلاثة عشر ألف عفواً ثلاثة عشر أو مقسومة على تسعة عشر بالضبط بالبيكسل تمانمائة واثنان وثلاثون مضروبة في ألف ومائتان وستة عشر هنا في يمكن أن يجعلها اثنان لا يوجد أي مشكل ثم طبعاً هنا output طبعاً عيندي جي بي جي وعيندي وبي جي إذن سوف أقوم باختيار جي بي جي ثم نضع هنا البرومت برومت بسيطة أحتاج فقط إلى صورة ولكن لنرى ما الذي سوف نحصل عليه إذن الصورة الأولى صراحةً لم أفهم أهل هل هي أهل هناك بجعتان أم بجعة واحدة أم أنه توجد بعض الإشكالات في الدكات الصناعية مثل هذه الإشكالية انظر معي هناك بعض الإشكاليات أين هو الرأس وما هذا الشيء طبعاً هذه الصورة تسمى صورة خاطئة في التشوهات خلقية إذن دعونانا للصورة الثانية هذه صورة جيدة هذه تسمى صورة جيدة جداً يمكننا إذن استعمالها أو الاحتفاظ بها إذن أول نقطة أو أول جزئية سوف نقوم بها هي save نقوم بأمل لها save هذه أول شيء نقوم ب طبعاً قبل ذلك وقبل كل شيء يجب عليك أن تعرف أنه يجب اختيار مقاسات محددة يعني من الضروري اختيار المقاسات محددة لأن الشخص الذي سوف يشتري كما قلنا في المقدمة شراء ثم تحميل ثم تباعة ثم عمل كادر أو إطار ثم وضعها أو إلساقها في الجدار لأن هذه الخطوات فبالتالي عندما نصل أو عندما نكون في المرحلة الأولى شراء ثم تحميل عندما العميل يقوم بتحميل الملف يعني يكون غالباً زيب مضغوط فيجب عليه أن يجد بالضبط المقاسات المتعرف عليها فلذلك أو لهذا الأمر يعني يجب استعمال أحد البرامج التي تقوم بضبط المقاسات سواء كان عندك كانفا سواء كان عندك بويربوينت أيضاً بويربوينت في هذه الإمكانية كذلك فوتوشوب هذا مجاله طبعاً فوتوشوب ونمبر وان الذي أنصح به إذن لابد أن يكون عندك أحد البرامج أو على الأقل إن كان عندك حسوب ضعيف أو على الأقل إن لم يكن عندك يعني الفوتوشوب فقوم باستعمال فوتو فيلتر فنأنصح به بشدة في ضبط المقاسات إذن فقط يكفي الذهاب إلى يعني وارت سايز أو بأفوان قم بالبحث عن هكذا وارت سايز ثم نقوم بالنسجل الأسفل بيبول آه آه آسك يعني الناس تسأل ثم تضغط هنا وات اس ستاندارت سايز فور وارت سوفا طبعاً تجد المقاسات باللغة عفواً بصيغة أو بمقاس أو ب نعم بصيغة أعتقد نعم بصيغة البيكس عفواً ليس البيكس ولكن بصيغة الإنش إذن هذه النقطة مهمة جداً إذن طبعاً هنا لن نقوم باستعمالها كلية ولكن على الأقل سوف نستعمل ثلاثة مقاسات أو قياسات طبعاً سمول سوف نستعمل 10 إنش مضروبة في 12 طبعاً في صيغة الميديوم سوف نستعمل 18 مضروبة في 22 ثم في صيغة أوفرسايز سوف نقوم باستعمال مقاس 27 إنش مضروب في 40 إنش إذن نقوم بفتح كانفا نتأكد دائماً من اختيار الإنش من هنا من وحدة القياس طبعاً إذا كان عندكم كانفا باللغة الفرنسية سوف تجدون عوض الإنش إذن نقوم بإدخال المقاسات إذن نبدأ بالمقاس الأول الأصغر أو نبدأ مباشرة بالمقاس الأكبر أوفرسايز 27 إنش في 40 إنش إذن هكذا 27 في 40 طبعاً نقوم الآن بإضافة الصورة التي قمنا بتحميلها إذن هكذا إذن فقط نضغط على الصورة ثم Edit Photo بعد ذلك نذهب إلى Crop ثم نقوم باختيار طبعاً Expand بعد ذلك نقوم باختيار هذه الخيارة الثالث War Page ثم Magic Expand يعني هنا ربما أخترته في النقطة بالضبط إذن نقوم بـ Data to cancel إذن فقط نقوم بتكبيرها بشكل يدوي أفضل ثم ما تبقى طبعاً هنا هذا اللون اللي تبقى هنا إذا كان لون solid يعني واحد فقط فيكفي أن نقوم بتغييره من هذا المكان بهذا الشكل انظر اختفى تلك الأطراف يمكن حتى هناك خيار آخر نقوم باختيار اللون بشكل ماني يلي من خلال هذا الخيار ثم نضغط هنا إذن الآن نتيجة أصبعت عندي كاملة بالمقاس الذي أريد سوف نقوم بعملها طبعاً Download بهذا الشكل إذن سوف نقوم بزيادة الجودة الآن لتحسيني عن طريق الدكات الصناعي طبعاً هذه الأداة Image of Scaler هي لا تقوم فقط بزيادة البيكسل هذا الذي يختلفه الكثير من الناس هذه الأداة Image of Scaler تقوم بإضافة تأثيرات ثم تقوم بتحسين البيكسل وأهم شيء أنها عن طريق الدكات الصناعي لدي الحق أو إمكاني لكي تقوم بالتعديل إضافة أو إنقاص بعض البيكسل التي تكون نوعاً ما غير متماشية مع تكبير البيكسل إذن نقوم باختيار 400 ثم Upload Image طبعاً تقوم بجمع الملفات في ملف واحد طبعاً منظم بشكل جيد يعني كل size تعطيه اسم يعني تبدو الجود صراحة في مسألة جمع البروداكت لا تعمل بشكل عشوائي حتى يمكنك استعمال حتى صيغة يعني صيغة يعني أثناء تحميل الملف هذه صيغة مهمة جداً أنا أستعملها شخصياً لماذا؟ لأنها في Canva خاصة عندما أستعمل Canva لأن في Canva تعطينا إمكانية عندما نقوم باختيار PDF تعطينا إمكانية PDF طبعاً ما المقصود بPDF بكل بساطة تعطينا انظر يقول لك Best for Digital Use معنى هذا أنه Best for Professional Printing هذه طبعاً خاصة بالتباع يعني جيدة أو يعني ينصح باستعمالها في التباع إذا هذين أكتبوا هم جداً يعني يمكنك يعني العميل يجب أن يكون راضٍ يعني أعطيه نسخ بسيغة PDF أعطيه نسخ بسيغة GPG أعطيه نسخ بسيغة Preview أعطيه نسخ بسيغة أو بنوع يعني ما يسمى يعني تضع له جداريات يعني توجد أدوات تعطيك هذه الإمكانية أنك تجعل هذه الصورة توضيف لها Cadre إطار هذه الصورة نفسها وضيف لها إطار ثم أعلقها على جدار هذه الإمكانية كذلك ممكنة تسمى Preview يعني العميل وطبعاً هذا Preview يمكنك استعماله في Listing الأمر مهم جداً هذه النقاط مهمة للغاية تساعدك في Listing العميل يشعر أنه اشترى شيء ذو قيمة تضمن كواليتي العالية العميل تضمن أنه سعيد يضع لك positive comment أو positive review إذن هذه كلها نقاط إيجابية يجب عليك التركيز عليها فالDigital Product كما قلت في الحلقة الماضية ليس فقط عبثاً يعني الأمر سهل نعم مقارنة مع الفيزيكر ولكن أيضاً يجب بدل الجهد يعني ليس بتلك الصورة أي السهولة التي يصورونها فقط افعل كذا وكذا وكذا وستربح لا أبداً لابد من بدل المجهود لإنتاج أفضل ما يمكن إنتاجه في الديجيتال أعتقد أنني قد شرحت كل شيء شكراً لكم على حسن المشاهدة وإلى حلقة قادمة ومع منتجين جديد إلى اللقاء